السلام عليكم يا حبيبي تعالوا ونرجع تاني للاكل اهلينا الجميل الطعم بتاعنا بتاع زمان الناس بتالي ما عاش حد بيفكر فيها ملوز الاول اللوبيا والرز حباية وحباية الفاصولية حباية كل الحاجات التي طاعتنا دي للطبيعية الناشفة دي اول حاجة دايما تختار اللوبيا اللي نقطتها بيضة تبقى احناينا على المعدة وتبقاش تعمل تعملش حموة وفي الاكل تكاية الله يمهما رحمه ده ما تقولي الكلام ده خدي اللوبيا ومنقطة بيضة انا هجيب البصلة واجيب السلقة بتاعتي على النار وكنت معلقة على اللحمة بس لقها نص السلقة ما كنتش منحط اللحمة ناية في البصلة لا قاتت ماما بتقولي اس لق اللحمة نص سلقة الاول وبتدي نيدي الشغل بيه فانا سلقة اللحمة نص سلقة وجبت البصلة بتاعتي دبقتها على النار شوي كده خليتها بس دبلت شوية على النار بالسمنة بتاعتها وبتدي حط اللحمة بتاعتي وشوحتتها شوحتين ونزلت علىها بعصير طماطم هلقتين صلصة وملح وفلفل وقفلت عليها شوية لحد ما تاخد طعم بعضها شوية بعدين هنزل اللوبيا اللوبيا بتاعتي في الاول خالص انا غسلتها وكده وبعدين نقعتها بمياه سخنة انا ما سلقتهاش انا ما سلقتش بمياه سخنة قبل ما تشغل بيها بنص ساعة او ساعة تقريبا ساعة غسلتها وصفتها وحطت على مياه سخنة من كتل وسبتها رقمتها على جنب يعني هي خلاص انا ما سلقتهاش انا بعد ما عملت اللحم على البصل على الطماطم وزبلتها وحطيتها وبتاعتي بتايت ان حط اللوبيا بتاعتي عليها وصبتها ياخدوا مع بعضهم يسو مع بعضهم. يعني السواء اللوبيا تكملت تسويت اللوبيا هي تسويت تسويت اللحم. وطلعت جميلة ودايبة من بعضها واللحمة دايبة واللوبيا جميلة وما اتهرتش. لو عادت غاليت فيها. لو انت نقعت اللوبيا بالمية الدافية بمية سخنة بتاعتنا وجيت شغلت بها اي حبوب مش هسلقيها على النار تاني خلاص. وساعة ما تيجي تسويها وتيجي تبقت عندك وتغليها وتعمليها كم مرة ما تحصلش اليها اي حاجة. هتفضل محتفظة بكيانة مش ولا ولا تهري منك ولا هطلع بتاعها منك من عليها من برا ولا شكلها دغاية. هتفضل محتفظة بنفسها معاكي. هيبقى طعمها كمان بيدوب كمان طبعا في الاكتر. زي ما انت شايفين كده اللحمة سأت حطيتها على البصلة ايضا بكشربت منها ما فيش حاجة بسيطة وحطيتها على الطماطم. ملح وفلفل وحطيت اللوبية بتاعتي وزودت الشربة تسوية الشربة بتاعتنا بتاع الزمان برضو ومتغطيت على الاكل بتاعي سبتوا مع نفسه. جبت الحلة بتاعتي بقى على النار وغسلت الرز بتاعي وابتدي نعم رز لحباية وحباية. الرز الحباية وحباية بحط السمنة على زيت. حب الزيت حلوين كده درق وعبات على حتة السمنة وحطي بقى رز بتاعي. انا انا كعمية الرز بتاعي حباية حباية بحب حباية بكتير. مش حبة صواري لأ ده لازم كنت بحب حط يعني مثلا التلت حباية وحباية والتلتين ما فيوش ابيض. فانا بحب ازود التحميل بتاعه شوية. ازود الكمية اللي يتحمر الرز بتاعي الحباية وحباية. فانا الخط بتاعي عطي حمص حمص فيه لما جبت درجة اللون الدهب الجميلة. وده حطت رز بتاعي عليه. الابيض العادي اللي انا بقيت الغسل بتاعته. وحطيت شوية ملح. عايزة بقى الصراعي في التسوية بتاعته. وعايزة يطلع مفلفل معاكي. ما هي سخنة من الكتل اللي بتغني. خطيه عليها. وقلبي. بس قوي قبل ما تحطي الماء بالكتل. شوحي الرز مع الرزاية الحباية اللي المتحمرة مع الرزاية البيضة. شوحي قد ما تقدري كتير. شوحي شوحي عشان يتحمص. وياخد كل منطعمه بعض ويطلع منك مفلفل اكتر. التشويحة بتاعته دي بتخليه طلع مفلفل. ونزل على ما سخنة بتغلي من الكتل. وقفلي عليه وزبطي ميتك حسب الرز اللي انت بتاعتك اللي بتستعمل الرز بتاعك. وغطي عليه وسيبيه السوي. وحطيه على عين بعد كده بعد ما يغلي غلويتين ويبتدي بتدن. حطيه على عين يتشرب باية لدن خلاص. اكل اللي بتاعتي طلعت معاه. واستويت معاه. وقدمي احلى اكل بتاعنا بتحيصي بتاعت المعلقة كده اكن يعني بترجعي للزمن. طبعا احنا شغالين دوقتي اكل سريع وجبن مزرر وحاجات الحاجات اللي طالعك دي دي. اللي لا بيحبها كلها بس انا حبيت اغيرها بقى حبيت ارجع للاكلات بابتدي دي انا نعمل بصارة واعمل العدس بشعرية واعمل حاجتنا اللي احنا محتاجينها نفسنا. انا نفسي بقى الشقل الاكل ده. فيارب تشوفوا الفيديو والفيديو اجيبكم. واتجربوا الاكل بتاعنا وترجعوا تاني القصولنا من جديد. ان شاء الله يجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة